موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دقائق إخبارية مرحبا بكم أقرت حكومة الكفاءات السياسية يوم أمس ترشيد الانفاق لمواجهة تداعيات توقف تصدير النفط إثر الهجمات الإرهابية التي شنتها ميليشي الحوث الإيرانية على موانئ النفط في حضر موت وشبوة جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء معين عبد الملك مع إدارة البنك المركزي بالعاصمة المؤقتة عدن وتطرق الاجتماع إلى آليات التنسيق بين السياسة المالية والنقدية لتخفيف التداعيات السلبية على عائدات الدولة من النقد الأجنبي جراء توقف تصدير النفط وحماية الاستقرار النسبي لسعر صرف العملة الوطنية ومستوى الأسعار جدد رئيس مؤسسة الأسرة والمختطفين هادي هيج التأكيد على جاهزية الحكومة لتصفير ملف الأسرة والمختطفين وقال هيج في بيان مقتضب نعلنها بصريح العبارة وبالفهم المليان جاهزون للتبادل اليوم الكل مقابل الكل استنكر هيج التلاعب في ملف المحتجزين من قبل ميليشيا الإرهاب الحوثية التي تخفي القامات وتحاكم الأكاديميين ودكاترة اللسانيات والتخصصات النادرة والمتميزة وترهق أسرهم أطلق الصحفيون المحررون من سجون ميليشيا الإرهاب الحوثية مساء أمس حملة إلكترونية للتضامن مع زملائهم المختطفين الذين يتعرضون للتعذيب المستمر من قبل المدعو الإرهابي عبدالقدر المرتضى وشقيقه وطالب الصحفيون المحررون في بلاغ صحفي منظمات حقوق الإنسان بالتدخل العاجل لإنقاذ زملائهم المخفين قسرا في سجون ميليشيا الحوثي ودع البلاغ كل المنظمات والمؤسسات الإعلامية والقيادات السياسية والصحفيين والإعلاميين والناشطين المشاركة الفاعلة في الحملة تحت هاشتاغ أنقذ الصحفيين المختطفين أكدت مصادر محلية في صعدة استشهاد مواطن تحت التعذيب في سجون ميليشيا الحوثي بعد ساعات من اختطافه وقالت المصادر إن المواطن يحيى هشول الثماني من أبناء مديرية السحار في محافظة صعدة استشهد تحت التعذيب الوحشي في سجون ميليشيا الحوثي بقسم منطقة الطلح في مدينة صعدة مركز المحافظة وأوضحت المصادر أن عناصر الميليشيا الإيرانية اختطفت الثماني من مكان عمله في بيع الخضار بسوق الجعملة بمديرية مجز نهاية الأسبوع الفائت واقتادته إلى قسم الطلح دون أي مسوق قانوني حذر المركز الأمريكي للعدالة من توجه ميليشيا الحوثي الإرهابية لممارسة مزيد من الانتهاكات ومصادرة الحريات ومعاقبة المعارضين والمناهضين لها وأعرب المركز الأمريكي في بيان عن قلقه من حملة الاختطافات الحوثية التي تنفذها الميليشيا ضد الناشطين ومستخدم وسائل التواصل الإشماعي على خلفية ممارسة حقهم في التعبير وإبداء آرائهم وموقفهم مما يجري في مناطق احتلال الميليشيا من انتهاكات ونهب للأموال العامة والخاصة نظم طلاب ومواطنون اليوم وقفة احتجاجية رفضا لقرار حوثي بتغيير مدير مجمع دراسي بمديرية العدين بمحافظة إب ورفع المحتجون شعارات وهتافات تعبر عن رفضهم لتغيير مدير مجمع 13 يونيو بمنطقة الكراب بمديرية العدين أدانت منظمة سام للحقوق والحريات جريمة اختطاف وإخفاء القيادي في إصلاح حضر موت عوض الدقيل وحملت قيادة المنطقة العسكرية الثانية مسؤولية حياته وقالت سام في بيان إن قيادة المنطقة الثانية مطالبة بتقديم كافة المعلومات حول حادثة اختطاف الدقيل على يد أفراد تابعين للنخبة الحضرمية بتاريخ الخامس والعشرين من نوفمبر الفين واثنين وعشرين دون مبرر قانوني وفادت سام عن الاختطاف مخالف لنصوص وقواعد القانون التي كفلت حرية التنقل والحركة وجرمت الاختطاف والاعتقال التعسفي وتهديد حرية وسلامة الأشخاص دون أذن قانوني أو قرار قضائي زار رئيس المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح بمحافظة مأرب الشيخ مبخوت بن عبود الشريف معرض مأرب الثاني للكتاب وطاف بأقسام المعرض واستعرض محتويات المكتبات ودور النشر المشاركة فيه في الزيارة طاف الشيخ مبخوت الشريف بالأقسام والأجنحة المصاحبة للمعرض والتي شملت الجوانب الثقافية والفنية وأقسام التوعية والتثقيف وركن الأطفال وغيره من الزوائل التي تقدم المادة التوعوية المرافقة للكتاب سعيدنا اليوم وسرنا بزيارة المعرض الثاني للكتاب في أرض الحضارة في أرض الثقافة والعلم اليوم نستذكر ونحن ندور في أروقة هذا المعرض الجميل والكبير وفي مكتباته المتنوعة التي من داخل اليمن ومن خارج اليمن نتذكر ماضي حضارتنا كيمنيين التي لها آلاف السنين وأن يكون هذا المعرض بأقدار الله سبحانه وتعالى أن يأتي في هذا الزمن ويكون في هذا المكان فهذا إعادة اعتبار لهذه الأرض وهذه الحضارة وهذه الأمة بأكملها إن شاء الله تعالى أعلنت وزارة الصحة العامة والسكان عن انفراجة قريبة في أزمة مواد غسل الكلة التي يعاني منها القطاع الصحي في البلاد وقال وزير الصحة العامة دكتور قاسم محمد بوحيبه في تغريدة على حساب رسمي في تويتر إن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية سيبدأ إمداد الوزارة بمواد الغسل الكلوي من الأسبوع القادم افتتحت رئاسة جامعة إقليم سبا مشروعي جامع الجامعة والمركز التنموي الشبابي الذين مولتهم الندوة الشبابية الندوة العالمية للشباب الإسلامي ضمن مشاريعها التي تنفذها في اليمن ويأتي المشروعان ضمن جهود الندوة العالمية في دعم الشباب وتأهيله دينيا ومعرفيا ومهاريا ما ينعكس على تنمية المجتمع واستقراره ورفضه بالكوادر الشبابية الفاعلة في مختلف المجالات عقد مكتب الأوقاف والإرشاد بمحافظة مأرب ورشة عمل بعنوان أليات تنفيذ مخرجات تنسيق وتوحيد الجهود للنهوض بالعمل القرآني وتهدف الورشة إلى إجاد برنامج عمل مشترك بين الجهات التي تتبنى تعليم القرآن الكريم وتحفيظة لتنسيق جهودها بما يصب في توحيد الفكر والسلوك ومواجهة الثقافات الوافدة التي تستهدف العقيدة والقيمة والأعراف والنسيج الاجتماعي حضر اللقاء ممثلون عن المؤسسات والجمعيات العاملة في مجال تعليم القرآن الكريم ومن دوبون عن دور القرآن وحلقات تحفيظه في المحافظة كرمت إدارة التربية والتعليم في مديرية قاطبة بمحافظة الضالع اليوم الخميس أوائل الطلاب والمبرزين في احتفال فني وخطابي كبير نظمته مدرسة الوحدة الأساسية في الجبارة بمريس وشهد الحفل الذي حضره مدير إدارة التربية والتعليم وقيادات التربية بالمديرية عدد من الفقرات المسرحية والوصلات الفنية والقصائد الشعرية كما ألقيت عدد من الكلمات أكدت على أهمية التعليم وما يمثلهم ركيزة أساسية في بناء المجتمعات ونهضة الأمة وتقدمها وجه مدير عامي مستشفى الغيظة المركزي محسن بالحاف بتخصيص سيارة إسعاف للسجناء القابعين في السجن المركزي لنقلهم إلى المستشفى في حال حدوث أي طارع كما وجه بإعفاء جميع السجناء من تكاليف الفحوصات والمعاينات وتقديم كافة الاحتياجات الطبية لهم شدد اجتماع موسع بمحافظة المهر على ضرورة رفع رئاسة الوزراء بزيادة نسبة حصة المحافظة من الإرادات وإعطاء الأولوية للمشاريع الخدمية ضمن موازنة العام القادم جاء ذلك خلال ترأس محافظ المحافظة محمد علي ياسر اجتماعا بعضاء المجلس المحلي لمناقشة أوجه القصور خلال العام الجاري وإمكانية تلافيها خلال العام القادم ودعم جهود السلطة المحلية بكافة المجالات دقائقنا الإخبارية انتهت في أمان الله اشتركوا في القناة